أعوذي الله مكتر جيم السلام عليكم ورحمة التحليل بالوحدة التاسعة آثار المخلفة طريقة معالجتها The Impact of Waste and Waste Treatment ونواصل شارح محتوى هذه الوحدة في المغاطعة التالية في هذا المقطع اليوم نتناول الطرق الحديثة لمعالجة النفايات الصلبة التحلل الحيوي استخدام البكتيريا لتحويل النفايات النفايات إلى أسمنة هنا تستخدم البكتيريا لتحويل النفايات إلى أسمنة التخمر البطي Slowzymosis كما عرفنا من قبل الإسم أيضا باللغة الإنجليزية يستقرق هذا التخمر ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر حيث تجمع النفايات العضوية بعد سحقها أو طحنها في أكوام ويتم تقليبها لكي يتم تخمرها من قبل البكتيريا الهوائية Aerobic Bacteria التخمر السريع Fastzymosis يستقرق هذا التخمر ما بين يومين إلى ثمانية أيام توضع المواد العضوية المسحوقة أو المطحونة في أجهزة ويجب توفر الرطوبة المناسبة والأكسجين وأن يكون الأسل هيدروجيني متعادلة وهذا شرح واضح للمغارنة ما بين التخمر البطي والسريع الحرق بمحارق خاصة تحرق النفايات بعد تكفيفها ويعالج الهواء الملوث الناتج من عملية الحرق وتخليصه من المركبات السامة قبل وطرحها في القلاة في الهوائي أي ما يجعل هذه المحارق خاصة التخلص من المركبات السامة تخليصه من المركبات السامة هذه خصوصية لهذا النوع من المحارق التحلل الحراري طريقة لمعالجة النفايات وذلك بحرقها تحت درجة حرارة تصل إلى 1700 درجة مئوية ظروف الحرق تفتقر إلى الهواء والأكسجين بالتالي لا تتصاعد لا تتصاعد غازات كثيرة إذن التحلل الحراري أكثر ميزة واضحة فيه يعرض لدرجة حرارة عالية جدا 1700 درجة في افتقار الأكسجين هنا صورة واضحة للبيروليسيس أي التحلل الحراري التمفي أفران مع قياب الأكسجين ودرجة حرارة عالية هنا إنسانريشن أي المحارق وهنا نلاحظ بعض القازات التي يمكن أن تصعد ما يسمى بالبولي أسايكلي كهايدرو كاربور وهي مشهورة وهذا المركب يسمى أوكزان ثرين وهذا يسمى بالأكزان ثرين هذا يسمى بالأكزان ثرين أحد المركبات اللي ممكن تصاعد تكون سامة وكما رأينا أنه ممكن تنزل مع الأمطار وتسبب تلوث المراعي بالنسبة للحيوانات هنا البايو ديغريديشن وكما شرحنا من قبل أنه نستخدم بكتيريا لتحليل هذه المواضع العضوية لإنتاج أسمدة منها الويست سورتينج أو فرز مكونات النفايات وهنا نقصد بأن النفايات الصليبة وهنا طريقة تسمى طريقة الفرز الآلي أو أوتوماتيك إكسيكريت يتم هذا الفرز يتم بوجود آلات تحدث إعصار دوار أحصار دواره مسمى السايكلون أثناء مرور خليط من النفايات والماء والهواء ما يؤدي إلى فصل النفايات حسب حجمها إذن تستخدم هذا الطريق لفصل النفايات طريقة الفرز المغناطيسي ماغنتيك إكسكريت ماغنتيك إكسكريت يفيد في التقاط المعادن الحديدية المعادن الحديدي ويتم بهذه الطريقة فصل جميع علب الألمونيوم والمعادن وذلك صفة خاصة بالنسبة للمغناطيس ماغنتيك إكسرات القرآن